دكتور عمر كل حاجات اللي كان بيتكلم فيها أستاذ ممدوح دي يمكن هي اللي منها هدخل مع حضرتك على فكرة الخلل فيه الوظائف اللي يمكن حصل فيه بنات كتير قوي فهمت أو بتنفذ مفهوم إن هي تبقى فامينست أو يعني بتتكلم في قضايا المرأة إن هي كده بقت هي يعني خدت دور مش دورها أو فهمت المفهوم ده أو يعني طبقت المفهوم ده بشكل غلط فخليها تتخلى كتير قوي عن الحاجات اللي هي معنية بيها المرأة بشكل كبير صحيح عن ناحية تانية فيه برضو كتير قوي من الرجالة أو الشباب خدوا اللي حضرتك كتب تتكلم فيه إن أنا دوري بس إن أنا أشتغل واجه الفلوس ده برضو كان ليه تأثير على البيت إزاي يعرفوا يعملوا الموازنة بين إن لأ ده دورك في واحد اتنين تاتاربعة وإنت دورك واحد اتنين تاتاربعة هو ألطف حاجة إحنا لما بنجي في الفقرة دي أنا بتكلم بصراحة بحقيقة إحنا في الحقيقة عندنا مشكلة حقيقية إن إحنا مفهوم الأسرة مهدد في الفترة دي مهدد إيه سبب تهديد مفهوم الأسرة هو إن في الحقيقة الناس بتعيش ما بين النمازج متعددة النموذج اللي هو بيرفع من قيمة الأسرة الأسرة أنا عندي الأسرة عندي مش محل للزواج أنا الأسرة عندي قيمة وإزاك بيقولك التوافق الأسري الحالة الأسرية فالأسرة نفسها أصبحت قيمة عندي فعشان كده إحنا عندنا في التراث بتاعنا وفي الحياة المستينة إلى كثير إلى القيمة الدينية الأسرة قيمة الأمر الثاني لا ده هناك نموذج آخر بيقول لا الأسرة محل للمنفعة بحيث إن أنا لو إن أنا دخلت الأسرة وجربت والتجربة دي ما عادتش علي بأكبر منفعة أنا إيه اللي يخليني أكمل في المسألة دي إيه اللي لنا أجيب واحدة معرفهاش ولا هي من باقية عقلتي أكلها وأصرف عليها وهي تقول أنا إيه اللي يخليني واحد لا عرفه ولا كده أخدمه هو وعياله هذه التصور عن الأسرة تصور في غاية الخطورة الحقيقة بينزع الأسرة من أهم المعاني اللي فيها وهي القيم اللي بتشتمل عليها الأسرة طب إيه اللي يخل الناس تعمل كده؟ اللي خلل الناس تعمل كده كتير من الأوقات إحساسهم بأنهم مش مفهومين محدش بيرعاهم محدش بيحميهم فبقى عندنا نوافذ أخرى لإحتواء البديل وبتقوم بأدوار مش كويسة يعني هذا على سبيل المثال نتكلم بمزيد من المصراحة ومزيد من الشفافية القيم بأن وجود فكرة الأنتيم مثلاً أخخ خصم كتير من دور الأب والأم كذلك دور الأصدقاء ودور الزملاء سواء في العمل أو في الدراسة اللي بتستمر وجودهم فكتير من الأحيان بيخصم من الاحتواء الزواجي فبيبقى عندناك فيه أدوار بتحصل برا الزواج بتأثر جداً على مفهوم الزواج طب بيحصل إيه؟ بيحصل الإحساس بأن الزواج ده ما بيعودش عليها بالمنفع الكبرى اللي أنا منتظرها زي الاحتواء مثلاً زوجي ما بيحتويش في بعض الأحيان بيبقى مش الزوج اللي ما بيحتويش الزوجة هي اللي عملت اختبار ومن أول مرة حكمت على زوجة نفس الكلام بالنسبة للزوج فيه أزواج في كتير من الأحيان هما دخلين هما الاتنين عشان يجربوا فبقت عندنا مفهوم جواز التجربة جواز التجربة ديت مش التقليع اللي حصلت من سنة أو اتنين لكن جواز التجربة بقى فيه الشعور ده احنا عنجرب بعض ما نفعناش لا ده مش هو ده الجواز اللي في الشرح يعني هما دخلين في رغان يا صابت يا خيبت مش ده الجواز اللي بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده بيقول لا يفرق مؤمنة انكرها منها خلقا راضية منها الآخر احنا ما بنتعملش مع بعض بطريقة كمية ده الجواز مش بيزنس الجواز حياة فالناس لما ما بتفهمش ده بيضطروا يعملوا ايه له بيدوا وقت النفسهم من هما ينضجوا ولا بيدوا وقت النفسهم من هما يتعرفوا على بعض ولا بيدوا وقت النفسهم يخرجوا أحسن ما فيهم أو ما بيطلع أو حش ما فيهم وده طبيعي ممكن يحصل للإنسان لما يكون عشمان لما هي تكون سقف توقعاتها عالية ودخل الجواز وسقف توقعاتها عالية ومستنيها كل بقى مشاعر الحب لو كانت هي إنسان متمسك بقيم وبأخلاقه منتظر حبه عشان يطلق مشاعره وأحسيسه فيلاقي الزوج بعد أسبوعين من الجواز ده إذا خدهم نزل الشغل فيلا حاصل فابقى عندها جزء كبير جدا التوقعات نزل بس بمجرد أنه ما بقاش موجود معها في البيت على فكرة فيه ناس ممكن تفسروا أنه هو خيبة أمل لا أنا مكنتش متوقع نحن عندنا أول تحدي بنقول كده في المقبلين للزواج بنقول أول تحدي بيحصل في الجواز بعد التحدي اللي هو تحدي من المعيار ومن القائد بيبقى فيه تحدي أنا تخدعت فيك أنا خدت مقلة مش أنت اللي كنت عرفه قبل الخطوة ليه طيب؟ لأن طبيعي إن الإنسان لما بيحصل أنه بيجهد ودهت بقول كده بقول فيه تدريب كده بعمله للأزواج في أول سنوات الجواز بقول خل بالك أنت تدخل الجواز عامل زي الشخص اللي حصل له حملة تدريبية عالية قوي قوي فعندك إجهاد فأنت هتعمل إيه فبالتالي هتبتدي يطلع منك حاجات أنت لازم تكون منتبه إليها زي مثلا العصبية هتبتدي تعصب هي دلوقتي عايزة بقى مستمرية في الومانسية ومستمرية في الحب فأنت تعمل إيه تعال طول تيجي تقول لها إحنا تعالي نوعد مع بعض ونظم بقى طريق التعاملنا مع بعض يمكن اتكلمت مع حضرتك وأستاذ ممضوح قبل كده في أول سنة جواز لو عدت بسلام خلاص ربنا كرم